أيها الأحرار السوريين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أتحدث معكم في موضوع قانون قيصر وانهيار العملة التابعة لتنظيم بشار الأسد قبل أيام كما شاهدتم كيف أنهارت العملة السورية ويقولون اليوم أن تحسنت بعض الشيء نتيجة ضخ أموال من المصرف سوريا المركز التابع لتنظيم بشار الأسد في السوق بالتالي تراجعت بعض الشيء ولكن على المدى المنظور أو المدى الطويل هل يستطيع بشار الأسد ضخ مزيد من الملايين أو المليارات وهل هو يمتلك هذه الأموال من أجل دعم العملة السورية التي يدعي دعمها لاحظوا أن الدعم العملة لا يقوم فقط على ضخ الملايين في البنوك أو في المصارب أو في الأسواق لأنه بالأصل العملة التي يضخها ليس لها قيمة هو يقوم بطباعتها في روسيا أو في مناطق أخرى من العالم وليس لها أي قيمة شرائية خارج سوريا الأمر الآخر لا يوجد اقتصاد لا يوجد اقتصاد بالمعنى الكلي لا يوجد بترول لا يوجد تصنيع الكهرباء شبه متوقفة حتى المياه وكل الأشياء الخدمية التي تصب في صالح دعم الاقتصاد ودعم الخدمات العامة متوقفة بالتالي يستطيع بشار الأسد أن يدخل اليوم مليار ولا مليارين وبكرة وبعد بكرة وكل هذه الأشياء ولكن خلال أسبوع أسبوعين ستنفذ هذه الكميات خاصة لو علمنا بأن هذه العقوبات ليست مطبقة فقط على بشار الأسد وتنظيم بشار الأسد وإنما مطبقة على حلفاء بشار الأسد أصلا حلفاء بشار الأسد لديهم مشاركة لهم خاصة خاصة في إيران التي تعاني من البطالة الشديدة والتضخم والعزز المالي نتيجة الحصار الذي فرضته أمريكا عليها والأمر ينطبق على حلفاء بشار الأسد في المصارف اللبنانية وكما قال المسؤول الأمريكي في الأمس أن بشار الأسد لن يستطيع غسل مزيد من الأموال في لبنان والعملة اللبنانية ستنهار نتيجة للاحتجاجات الداخلية في لبنان ونتيجة لتطبيق قانون قيصر أو سيزر على بعض البنوك اللبنانية أو الشخصيات اللبنانية وبالتالي حتى لبنان وحزب الله الإرهابي المتطرف سيعاني من هذه العقوبات بالتالي لو انخفض سعر الليرة السورية اليوم فغدا ستعود ستعود ارتفاعها وخاصة مع تطبيق قانون قيصر طبعا قانون قيصر لن يطبق بيوم وليلة أو عشيتين وضحاها وانما سيطبق على مراحل والمرحلة الأهم هي ستكون في إدراج بنك سوريا أو مصرف سوريا المركزة ضمن لائحة العقوبات وهنا ستكون الطامة الكبرى طبعا سيقول قائلكم الآن بأن المسؤول الأمريكي إلى سوريا قال بأنهم لا يريدون إسقاط بشار الأسد وإنما تحسين سلوكه طيب جميل هذا كلام سياسي ولكن عندما يقول تحسين سلوك بشار الأسد ما هو السلوك الذي عليه تحسينه أولا التنازل لو فرضنا أنه يتحدث عن التنازل عن بعض صلاحياته الأمر الآخر إلغاء القبضة الأمنية أو حل بعض المنظومات الأمنية الأمر الثالث هو إطلاق صراحة المعتقلين الأمر الرابع القبول بعملية سياسية أو عملية انتخابات حرة تشرف عليها الأمم المتحدة وقبول المعارضة وكل هذه الأشياء بالتالي هم يتحدثون عن إسقاط بشار الأسد بشار الأسد لو حارب الفساد سيسقط بشار الأسد لأن تنظيم بشار الأسد يقوم على الأقل على الفئوية الضيقة وعلى المصالح الخاصة وعلى الفساد رجال الأعمال يدعمون بشار الأسد لأنه يدعم مصالحهم ويدعم فسادهم ويدعم تخريبهم للاقتصاد السوري بالتالي تحسين سلوك بشار الأسد هو إسقاط لبشار الأسد سنعطي مثال أبسط من هذا بكثير لو قمنا الآن بإحضار أسد من الغابة وخلعنا أحدا أنيابي أو أنيابي الأثنين كيف سيعيش هذا الأسد رغم أنه الأسد ووحش الغابة بالتالي سيموت جوعا لأنه فقد أنيابه وأنياب بشار الأسد هي الفساد والسلطات الأمنية والمخابرات والصلاحيات المطلقة التي يمتلكها في حال قبل بالتنازل عن شيء منها وتم إجراء إعادة هيكل لأنظمة المخابرات ودعوني أقول هنا كلام واضحة صريحة لا يوجد في سوريا مؤسسة أمنية يمكن إعادة هيكلتها ولا يوجد مؤسسة عسكرية يمكن إعادة هيكلتها لأن هؤلاء الأشخاص يتبعون لتنظيم بشار الأسد بشكل شخصي لا يوجد في سوريا مؤسسة أمنية ومؤسسة عسكرية كما تعلمون إما تقوم على طائفية أو على الفساد وعلى المصالح وتزوج رأس المال مع السلطة يستطيع بشار الأسد اليوم ضخم مزيد من الأموال من خلال مصرف المركزي السوري لتخفيض سعر العملة ولكنه لن يستطيع فعل ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهر ونصف صحيح أهلنا في الداخل سيتأثرون وهذا لاحظناه بالأمس سمعنا الكثير من الأشخاص ولكن بالنتيجة بشار الأسد سيتضرر أكثر وخاصة إن خرجت احتجاجات كما شهدنا في السويدة ضد تنظيم بشار الأسد طيب بالأمس خرجت مظاهرات في طرطوس أو مسيرات تأييدية في طرطوس دعما لتنظيم بشار الأسد أيها الأخوة والأخوات الصراخ على قدر الألم الصراخ على قدر الألم خروج مظاهرات في طرطوس دعما لبشار الأسد هو أكبر دليل على المأزق الذي يعيش فيه بشار الأسد وجماعة بشار الأسد ومحاذبي بشار الأسد بشار الأسد الذي خسر رامي مخلوف كما شهدنا إعلاميا ولا نعرف حقيقة الأمر ربما تكون لعبة لحماية أموال رامي مخلوف ولكن على أرض الواقع تم السيطرة على كل ممتلكات رامي مخلوف وهذا أدى أيضا إلى تدهور الاقتصاد لأن رامي مخلوف هو إمبراطور الاقتصاد لدى تنظيم بشار الأسد ستعاني الأهلنا في الشمال السوري من تدهور العملة ولكن إذا تم الإسعانة بالعملة التركية وخاصة إحضار فئات العملة القليلة من الليرة والليرتين والخمس ديرات وهذه الأشياء التي يتم تدول فيها بالسوق ولدى العامة عند شراء الخضار أعتقد أنهم يستطيعون التكيف مع هذه المرحلة ولكن بشار الأسد سيفقد كثير من مناصره وسيفقد مخزونه الاستراتيجي من الأموال إن كان لديهم مخزون سراتيجي وطبعا بشار الأسد ليس مستعدا لإحضار أموالهم من روسيا أو من خارج سوريا من أجل ضخها في نظام متهالك يحتضر بالتالي نعيد التأكيد أن العقوبات لا تسقط نظام بشار الأسد بشكل مباشر ولكنها تفكك هذا النظام وتجعله ينهار النظام ينهار من الداخل كلما زادت التشققات في جسد نظام بشار الأسد سواء في الساحل أو في السويداء أو في رجال الأعمال الاقتصادية الذين تم محاصرتهم أو تجريدهم من بعض صلاحياتهم وانتقال هذه الصلاحيات لجهات أخرى تابعة لأسماء الأخرس وكل هذه الأشياء تصب في خانة انهيار بشار الأسد وتفكك ميناء الداخل أعرف أن الوضع صعب جدا وأعرف أن كثير من الأهالي يعانون خاصة من من ليس لديهم من يرسل له شيء ميناء الخارج ولكن الضغط على جماعة بشار الأسد وعلى المجموعات التي تدعم بشار الأسد هو أكبر بكثير وسيؤدي إلى تفككه من الداخل وتصدع من الداخل البناء دائما يهدم ميناء الداخل إذا أردت أن تهدم منزلا عليك هدمه ميناء الداخل تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته